سيدتي رئيس أساد أعضاء المجلس الموقرون شكرا جزيلا مع اقتراب موعد تجديد ولاية اليوناني أود أن ندهز هذه الفرصة لكي ننعم النظر قليلا وكذلك لكي نتطلع قدما في الأشهر القليلة الماضية حلل عدد كبير من الأشخاص ومن الكيانات الأحداث التي هزت العراق منذ عشرين عام وكذلك تطورات مذك ثلة قليلة فقط ونفر قليل هو من ينكر أن الطريق لم يكن وعرا فالطريق قد شهد الكثير من أوجه الهشاشة القائمة بالفعل وتلك الموروطة من عقود سابقة هذا بالإضافة إلى أنه أمط لفاما عن مواطن ضعف أخرى وأيضا أقر كثيرون بأن العراق على مر تاريخه قد تغلب على أوقات مدلهمة صعبة وكذلك وعلى الرغم من ذلك فما زالت معاول الهدم قائمة وما زالت الجذور التي سببت زعزعة الاستقرار قائمة وهي الفساد والحكم الضعيف وكذلك وجود الأطراف المسلحة من غير الدول والإفلات من العقاب والسياسة الطائفية وضعف توصيل الخدمات وتفاوت والبطالة هذا إلى جانب الإفراط في التعويل على النفط وإذ قلتم تقدم فإن العراق لديه بعض الإمكانات التي يمكن أن نلقي الضوء عليها إذن السؤال هو إلى أين نحن ذاهبون وكما ذكرت في إحاطة السابقة أمام المجلس في فبراير الماضي فإن الحكومة قد أبرزت عزمها على أتصادل عدد من القضايا الضغطة التي ذكرتها للتو هذا كما أنها تركز في الوقت الراهن في أولوياتها على محاولة التجنب التذبذب وحرف الانتباه والتركيز على ما يسبب عدم الاستقرار وذلك من أجل توطيط دعائم الاستقرار السياسي وإذ قلت ذلك فما زال الوقت مبكرا وليس لدينا بلورة سحرية لكي نتوقع أو لكي نتكهن بما هو آت وكما أؤكد دائما فكل ما نعرفه أن أي حكومة في هذا الوضع تحتاج إلى وقت وكما قلت آنفا أيضا فإن التحديات ما زالت قائمة ففي خضم عدم الرضا أبدا عن العودة إلى الوضع الذي كان قائما فيما سبق فإنه ينبغي أيضا أن ننظر إلى الحقائق القائمة وعليه فلا يسعني إلا أن أؤكد على ضرورة الالتزام الصارم بطيف واسع من الأعمال هذا بالإضافة إلى ضرورة التركيز على المصالح الوطنية سيدتي الرئيس إن برنامج الحكومة في الطالعة وقد بدأ بتشكيل تحالف بين الأحزاب هذا بالإضافة إلى تحالف إدارة الدولة ولكي نجسر الإختلافات وكذلك نتابع على تنفيذ أو تنفيذ الأولويات فتقام اجتماعات منتظمة بين الحكومة وبين أعضاء الإختلاف وإن هذا جد بسيط إن التوازن بين مختلف الآراء المتباينة يحتاج إلى وقت وإلى تقريب وجهة النظر وإلى بعض التنازلات وعليه فهذا يعني أن الديناميات والاتجاهات وكذلك الآراء والمنظورات والرؤى هل هي تصب في صالح الإختلاف بالطبع فهي جد مهمة بل وإن أهمياتها لا يمكن أن نؤكد عليها أكثر من ذلك بكلمات أخرى أو بعبارة أخرى فإن التواصل والتداخل الصحيح فيما بين الإختلاف وبين المعارضة ينبغي أن يسمح له بالعمل هذا بالإضافة إلى ضرورة الحفاظ على توازن الدقيق من أجل النجاح في التصديل الأولويات الرئيسة وإنه من المهم بما كان أن نراعي الطيف الأوسع من القوانين والإجراءات والمقترحات التي بدأها البرلمان والحكومة أو أي مكان آخر هل هذا سوف يؤدي إلى توطيد الدعائم أم سيؤدي إلى النزاع هل هذا سيقرب وجهة النظر أم سيفاقم من الهوى الواسعة بالفعل هل هو سيوحد أم سيفرق بعبارة أخرى لكي نكسر هذه الحلقات المضطردة من الأزمات المتعاقبة ما هي الأولويات التي ينبغي أن نركز عليها ما هي الأساسية تسيدتي الرئيس إن الموارد اللازمة لتحويل بعض أهداف الحكومة إلى واقع ملموس مثل توصيل الخدمات العامة بشكل كاف ينبغي أن يفتح لها المسار وذلك من خلال الموازنة الفيدرالية الاتحادية وهذا لم يحدث حتى الآن ولكن فإن أعين مجلس ممثلي العراق أو المجلس التمثيلي مسلط على ذلك ومن نفلة القول إن الاتفاق على ميزانية ناجعة في أقرب الأجال يعد محوريا بما في ذلك ضرورة اتخاذ كل الخطوات اللازمة من أجل تنظيم الانتخابات المجالسي المجالسي المحافظة التي طال انتظارها في ديسمبر من هذا العام في الوقت نفسه فإن العراق لا ينفك ويعتمد ويعضل على النفط كذلك فإن القطاع العام يبقى أكبر موظف في البلاد هذه الظواهر جميعها ليست بجديدة ولكن نحن في حاجة إلى تغيير هيكلي ونعم نحن لا ننكر ذلك ثمت الكثير من التحديات لأسباب شتى على أي حال فعوضا عن تطوير القطاع الخاص فإن الحكومات المتعاقبة كانت دائما تركن إلى الحلول السهلة وهي خلق وظائف في القطاع العام وذلك لكي تتجنب أي اترابات مدنية أو أي تمرد مدنية كذلك اسمحوا لي من جديد أن أؤكد على أن الإصلاحات التي طال انتظارها لن تتجذر إذا ما اختنقت بسبب بلايا الوساطة وما إلى ذلك هذا بالإضافة إلى إنعدام وجود هذا إلى جانب أن التدريب وبناء القدرات والمساعدات الفنية والبرامج التي تعنى بذلك لن تؤتي أكلها بدون استقرار سياسي ولكن النبأ السار هو أن الحكومة قد اتخذت موقفا جد واضح ضد الآثار المدمرة للفساد ونعم إن المصالح الشخصية ستجعل هذا طريق شاق للغاية ولكن ينبغي أن نتجشم هذه المشاق وإذ نتحدث عن الإصلاحات أود أيضا أن أعرج على الجهود التي تبدرها الحكومة من أجل تحقيق الاستقلال الطاقة في العراق من جديد هذا لن يحدث بين ليلة وضحاها ولكن هذا سيحدث من خلال دورات من الترخيص التي تصب في الجهود الرامية إلى الحد من المخلفات الطاقية بما في ذلك الغاز والآن إذا نتحول إلى منطقة كردستان سيدتي الرئيس إن الخلافات بين الحزبين الحاكمين الاثنين في الأشهر القليلة الماضية باتت أقرب إلى الحافة ولأسباب جد وجهة فإن الحالة السياسية قد وصفها الكثيرون بأنها رعناء وغير مسؤولة بالمرة بشكل متزايد وفيما نؤمن إيمانا راسخا بأن الخلافات المالية والإدارية والأمنية والانتخابية العالقة كان من الممكن أن ينظر فيها منذ أشهر فاتت فإننا في حاجة إلى تقريب وجهة النظر الأمر الغائب تماما للأسف الشديد وبناء عليه فإن الجهود المتكررة من جانب رئيس المنطقة وكذلك آخرين لعودة الأحزاب إلى منضطة المفاوضات وكذلك الاجتماع الأخير بين رئيس وزراء المنطقة وبين نائب رئيس الوزراء قد أدت إلى أنباء صرف بعد أكثر من ستة أشهر فإن مجلس وزراء منطقة كردستان قد التأم بالكامل يوم الأحد الماضي وفي هذه المرحلة لا يسعوني إلا أن آمل أن تكون الأحزاب على قدر المسؤولية وأن تقرب وجهة النظر وأن تعمل من أجل مصلحة الكافة فبلمحة واحدة على تاريخ منطقة كردستان وجغرافياتها يؤكد لنا مدى الحاح وضرورة إيجاد حلول مستدامة علاوة على ما تقدم فإن الانتخابات البرلمانية في المنطقة قد طال انتظارها كان من المفترض أن تقام في أكتوبر 2022 ولكن يوم الانتخاب الآن قد قرره رئيس المنطقة وذلك بالتشور مع الأحزاب كافة على أن يعقد في 18 نوفمبر هذا العام واسمعوا لي أن أنتهز هذه الفرصة لكي أذكر الأحزاب بأن الوقت يداهمنا فالاتفاق على القضايا الانتخابية العالقة ينبغي أن يجري بسرعة لأن أي إرجاء آخر سيحيق بالثقة الجماهير فيما يتعلق بالعلاقة بين أربيل وبغداد سيدتي الرئيس فإنني أشير إلى أن ديناميات ما زالت تشي بالخير ولكنها جد معقدة من الواضح أن التناحر السياسية في منطقة كردستان لن يجدي نفعاً بل وإنه تأثر أثر أيضاً في العلاقات بين شركائي في بغداد في الرابع من أبريل وفي أعقاب حكم صادر عن المحكمة الدولية محكمة التحكيم الدولية ومقرها باريس وفي غياب قانون المواد الهايدروكربونية أو النفط والغازة الذي طال انتظاره فإن بغداد وأربيل قد أعلنت أنهما توصلت إلى اتفاق مؤقد فيما يتعلق باستئناف صدرات النفط من خلال ميناء الجهان التركية أما في العاشر من مايو فقد طلبت الحكومة العراقية من تركيا أن تبدأ أو أن تستأنف الصادرات وحتى تاريخه لم تستأنف هذه الصادرات واسمحوا لي هنا أن أؤكد من جديد على أهمية الحكم المتطلع والمتنبئ والمستدرك للواقع وكذلك المأسسة الهيكلية في العلاقات بين بغداد وإربيل سواء كان ذلك من خلال الموازنة أو فيما يتعلق بمصادر الهايدروكربونية أو الأراضي المتنازع عليها أو حتى تنفيذ اتفاق سنجار فإنه من المهم بما كان أن نتجاوز الخطوط القائمة حاليا أما إذا مركزنا على سنجار فلا يسعنا إلا أن نعرب عن إحباطنا إذا عدم تحقق ربما أي تقدم يذكر في تنفيذ اتفاق 2020 وهذا على الرغم من تكرار إعلانات الالتزام ومن نفلة البيان وغني عن البيان أيضا أن مثل هذا الركود يفسح المجال للمخربين لاستغلال الوضع وهذا يعوق آلاف من أهالي سنجار الذين شردوا عن العودة إلى موطنهم للأسف الشديد إن الارتفاع الأخير في التوترات بين المجتمعات المحلية في سنجار كان قد أذكي جزء منه بسبب الأضليل التي تستهدف الأزيديين هذا كما أن القادة المحليين من مختلف الجوانب ومن مختلف الأطراف يعملون على تبديد هذه التوترات ولكن التحديات ما زالت قائمة وهي معنية بالهياكل الأمنية وإعادة البناء والآن بعد تضمين اتفاق سنجار لألفين وعشرين والذي يشكل أولوية بالنسبة لبرنامج الحكومة فقد آن الأوان لتنفيذ هذا الاتفاق سيدتي الرئيس إن التزام العراق الذي يستحق أثناء بالعودة إلى بإعادة الرعاية من شمال شرقي سوريا ما زال يشكل مثالا يحتدى فيما الجولات الجديدة أو الدورات الجديدة للعائدين من المتوقع أن تجري قريبا فإن العمل يجري على قدم وساق لتوطين العائدين السابقين ولا يسعوني إلا أن أؤكد على أهمية مواصلة الدعم إلى العراق وكذلك ضرورة أن يواصل أي بلد له رعاية في شمال شرقي سوريا بأن يستعيد مواطنيه ورعاية وبشكل أكثر عمومية فإن الحلول دائمة بالنسبة للعائدين من شمال شرقي سوريا وكذلك من مختلف مخيمات اللاجئين أمر جد مهم وهذا يكتسي أهمية خاصة لسيما بعد الإغلاق المفاجئ لمخيم نينوة في أبريل الماضي هذا كما أن هذا إلى جانب عمليات التشريد الثانوية سيدتي الرئيس أما المياه فهي حدث ولا حرج فهي مسألة جد مهمة بالنسبة للعراق فبحلول 35 و2000 من المقدر أن العراق سلن يتمكن من تلبية إلا 15 في المئة من المطالبات المياه وتسعون في المئة من أنهار العراق ملوثة فيما سبعة ملايين ناس ما في الوقت الراهن يعانون من عدم إمكانية الوصول إلى المياه وهذا يشكل واحدا من عوامل مضاعفة المخاطر التي تكتنف استقرار العراق إن أولوية الأمن المائية التي تؤكد عليه الحكومة العراقية هي مسألة جد مهمة هذا بالإضافة إلى الخطط التي وضعت من أجل تحديث النظم إدارة المائية في العراق والتي تجري على قدم وساق وهذه مسألة جد مهمة من أجل تلبية احتياجات السكان والتحضر أما بالنسبة للتقاسم المنصف للموارد بين العراق وجيرانه هي مسألة جد مهمة ولكن إذا ما كانت المياه محطا للتنافس فالجميع سيخسر ولذا فنحن في حاجة إلى إجراءات محلية جريئة وتعاون إقليمي وثيق وفي هذا أصدد أود أن أسترعي انتباهكم إلى حقيقة جد بسيطة ألا وهي أن الأمن الإقليمي وكذلك التطورات الاقتصادية والسياسية ستؤثر في العراق ولن تنفك تؤثر في العراق ولذلك لا يمكنني إلا أن أقول وأؤكد على أهمية جهود الحكومة من أجل مضاعفة الجهود الدبلوماسية مع جيرانها في عدد من المجالات بدءا من أمن الحدود والتجارة وتقاسم المياه وكذلك المسائل المناخية وبالطبع فإن الاستقرار الإقليمي يستند وهو مشروط باحترام مبادئ السيادة وسلامة الأراضي وحسن الجوار سيدتي الرئيس اسمحي لي الآن أن ألتفت إلى مسألة المفقودين الكويتيين ورعاية الدول الثالثة المفقودين والممتلكات الكويتية المفقودة السلطات العراقية بمساعدة من الصليب الأحمر ومن اللجنة الثلاثية لا تنفك تبدل الجهد من أجل تعيين أماكن الشهود وكذلك أماكن دفن بعض الرعاية الكويتيين ورعاية الدول الثالثة ومن نفرة القول أننا نرحب بقرار دولة رئيس الوزراء بإنشاء لجنة مؤلفة من أعضاء الوكالات الأمنية المعنية كذلك فإننا ما زلنا بانتظار أي تقدم فيما يتعلق باستعادة الممتلكات الكويتية المفقودة بما في ذلك المحفوظات الوطنية سيدتي الرئيس النقطة الأخيرة هي ضرورة الفضاء المدني الذي يحظى بالحماية والتمكين إن تيسير الاستماع إلى مختلف الأصوات بما في ذلك أولئك المختلفين وكذلك في صنع القرار هو أمر جد مهم بل وصحيح عليه فإنني أعرب عن أملي المخلص بالنسبة لقادة العراق وبالنسبة لسلطتي العراقية بضرورة إفساح هذا المجال المدني من أجل حرية التعبير وتجنب إثكاء الشعور بالاغتراب لسيما بالنسبة للشباب والنساء في الحقيقة فإن المساءلة وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان جميعهم في شديد الأهمية من أجل تنكب دورات الأزمات سيدتي الرئيس وختاما العراق لديه إمكانات هائلة ومن خلال خطة الحكومة الطموحة بالطبع شريطة أن تنفذ بالكامل فمن خلال هذه الخطة سنجد أن الكثير من معاول الهدم وزعزعة الاستقرار يمكن أن يتصدى لها بالطبع كل هذا يمكن أن يخرب بسرعة سواء كان ذلك من خلال الفساد أو تدخل من الداخل أو من الخارج أو حتى النشر الأكاديب والأضليل وغير ذلك من تبادل المصالح السياسية لذا ما أقوله الآن أن الوقت ليس وقت للردوخ ربما أو للرضاء بالأمر الواقع ولكن ينبغي أن نغتنم الفرصة وآمل أن يظل الجميع ملتزماً ترجمة نانسي قنقر